وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري والعقيد أحمد مجاهد من القيادة الاستراتيجية وفي اجتماع آخر مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة وجه رئيس السيسي بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضاري لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي مدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة لاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بتطوير الأحياء بمحافظتي القاهرة والإسكندرية وقد تم في هذا الإطار عرض مستجدات تطوير عدد من الأحياء السكنية بالقاهرة الكبرى خاصة أحياء شرق القاهرة المطرية وعين شمس والسلام إلى جانب جهود رفع كفاءة منطقتي غيط العنب وغرب محافظة الإسكندرية لسيما ما يتعلق بمنظومة الخدمات المتكاملة ورفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء كذلك أعمال الرصف والإنارة والتشجير والتنصيق الحضاري وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضاري لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية وذلك في إطار نهج الدولة الاستراتيجي في تطوير المدن والأحياء على امتداد رقعة الجمهورية ورفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق بما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل استمرارا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الماضية في مجال التطوير العمراني المتكامل كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري والعقيد أحمد عاد المجاهد من القيادة الاستراتيجية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد وقد عرض الفريق أحمد خالد خلال الاجتماع خطط تطوير التصنيع والإنتاج العسكري بما في ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال وكذا لاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع ترجمة نانسي قنقر